وفيما يتعلق بملف المياه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حصة مصر من المياه تبلغ مليار خمسة وخمسين مليار متر مكعب ولم تتغير منذ سنوات وأضاف الرئيس السيسي أن مصر عملت على تنفيذ برامج لمعالجة المياه تبقى لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن مشيرا إلى أن مصر ستكون أول أو ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها إن برامج لمعالجة المياه معالجة سلسية متطورة أنا عايز أقول لكم أن البرامج التي تعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر يأخذ مياه تبقى لمعايير من نظامة الصحة العالمية أدي واحد ثم إن إحنا نستفيد بالنقطة بالمياه اللي موجودة دي بأكبر قدر ممكن إحنا هكون تقريبا من أول أو ثاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها